اسمعوا وتأمل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ إن الله يغفر الذنوب جميعًا كل الذنوب كل الذنوب شخل الله عز وجل يقول وَهُوَ الَّذِي يَقْبَرُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السِّيِّئَاتِ حتى لو ما يصلي وَيَعْفُو عَنِ السِّيِّئَاتِ حتى لو كان عاق لأمة وأبوه وَيَعْفُو عَنِ السِّيِّئَاتِ حتى لو كان غارض في الربا وَيَعْفُو عَنِ السِّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ شيخ عليم أفجر إنسان مر على الكرة الأرضية الإنسان الوحيد الذي تكبر وطغى على الله سبحانه وتعالى ونادى بأعلى الصوت وقال أنا ربكم الأعلى فرعون حينما أدركه الغرق في البحر أتى جبريل عليه السلام وبدأ يدس في فمه الطين مخافة أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله عز وجل بها فقال الله جل في علاه لجبريل يا جبريل وعزتي وجلالي لو استغاثني واستغفرني لغفرت له يا غالي هذه رحمة الله بمن تكبر على أمر الله ونادى وقال أنا ربكم الأعلى فكيف هي رحمة الله بمن أقبل على الله منكسرا تائبا باكيا يرجو ما عند الله جل في علاه الله أكبر أخي علي من رحمة الله عز وجل أن الله توارك وتعالى هو ينادي الشخص لأن يتوبر الله قالت رسلهم أفي الله شك قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يدعونا سبحانه هو يدعونا الله عز وجل يقول فقلت استغفروا ربكم ماذا قال بعدها إنه كان غفارا وإن عظمت الذنوب الله أسيغت غفارا يعني مغاشف غفار يا الله وإن عظمت الذنوب أوحى الله إلى داود الله يا داود لو يعلم المدبرين عني كيف انتظاري لهم والله ورفقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من محبتي لان